خليني بقى اسألك في موضوع مهم الا هو موضوع طاهر محمد طاهر مش عارف لي ما يسموش طاهر طاهر زي مختار مختار لكن طاهر محمد طاهر خلاص لبسة وبقت حلوة هل كان لعمد النحاس دور في انتقاله للنادي الاهلي لا خالص امكن انا تسألت السنة اللي فاتت على طاهر فنيا يعني هو غالبا كل المدربين طهر النادي الاهلي سألوا اه كفنيا اخلاقيا من الموسم اللي فات ورديت باللي لي و اللي عليه يعني بأمانة برضا لكن السنة دي لا السنة دي اللي فاتح الموضوع هو طاهر نفس الولد اه كابتن انا يعني السنة اللي فات كان عنده تفكير في نفسي التويد في شهر سبعا انا بفكر في الاحتراف وكان في الوقت ده كان مصاب وكان في عروض من الدوري اهل زمالك بيرمز كانت الناس بكلم عليه بشكل كويس جدا قال للا انا بفكر في الاحتراف رقم واحد انا مكمل مع النادي وكلمنا معاه في التفاوض ان هو يجدد مضى على بياض الراجل وسابنا ومشي يا سلام اه جميلة جدا اه والد من الناس اللي مخترمين جدا بيحب النادي بشكل كبير جدا والراجل امضى اللي انتو هتتعملوه السلام عليكم سابنا ومشي سلام عليكم ان عنده عرض كتير اه عشان يكمل معانا كان فاضله السنة رفات كان فاضله سنة عملنا التجديد السنة دي هو اللي شوية وانا كلام ده انا قلته يعني اه لما جس نبض ده بالبلد بتاعنا انت حد جس نبضك ان انت ايه رأيك في النادي الالفة لما ابدأ موفى اه في بيستشرني اه تولى انت برضو تنقشنا في الامور الاحتراف اه وإيه اللي بيخليك تغير اه فكرة الوجه بتاعتك او تفكيرك النهاردة برضو عنده اسباب مقنعة السنة الفات كان عنده اسباب بالنسبة لي كانت مقنعة جدا اه والسنة دي برضو عنده نفس الاسباب كابتن انا عايز اخش في تحدي جديد ويمكن فرص الاحتراف بالنسبة لي بعد الاسابات اللي اتعرضت لها نعم قلت بشكل كبير نعم وانا عايز اخش في تحدي جديد بالنسبة لي نعم وانا حابب ان انا اكون موجود في النادي الاهلي نعم اه وانا حصل الاتصال المباشر ما بين النادي الاهلي والمهندس محسن صلاح ودي تقريبا مبادرة كانت جميلة جدا من الكابتن الخطيب صحيح صحيح في تجمع الرؤسال الاندية مع اتحاد الكورة واصداء في المهندس محسن صلاح ومحمد عادل واتنالت لي الصورة نعم وبعت لي في اجتماع لمهندس محسن صلاح بعد الاعداء ما كنتش موافق كان الماولين ما استغناش عنه اه كان ممكن لكن بعد ان ما انت خلاص بيت واحد من المكان فانت عارف الظروف اللي احنا فيها صعبة برضو يعني الظروف المادية في كل الاندية كانت ظروف صعبة يعني مش معنا كده ان احنا بنفرط في طهر لا بالعكس يعني انا واحد من الناس شايف طهر لعيب اوروبي شايف طهر لعيب اوروبي اه شايف طهر ان هو لعيب اوروبي اه بأمانة شايفه كده وكل مرة بتكلم معاه بيكون كلام كده مش عايز طموحه ينزل يعني دايما طموحك وتفكيرك ما يتغيرش خلي برضو رقم واحد بالنسبة لك اوروب فالنادي الاهلي بالنسبة لك برضو الباب اللي يطلعك على شايف امكانيات وكابتن عمد قوية يعني تأهلوا للعبة في النادي الاهلي تأهلوا للعبة اه طبعا اكيد اساسي اكيد وتلعبوا اساسي اكيد اه مكانوا فين بالزبط الناس محترايمين شمال شادو ولا لا شمال اكتر شمال اكتر اه بسم الله ما شاء الله مواصفات ممتازة جدا يعني قوة سرعة مهارة تلت حقيات الاساسية اللي انت بتدور على اي لعيب الحمد لله موجودة كمان زائت الشخصية وحطة الحماس والروح انا عارب ان ممكن في داس اقولك ده عصب بياخذ علينا عصب شوية بياخد حق بيد هي غيرة مع السن بياخد خبرات الامور بتهدى شوية لكن حتة الغيرة ان هو مش عايز يخسر فدي انا بشوف انها ميزة غيابه انت هو هيكمل معاك الدور التاني من بداية الموسم الجديد اذا كان رب يعني لك نصيبه مكمل غيابه هيأثر ولا بدأت الجهز بديل من تحت اكيد غياب لعيب مهم واساسي بالنسبة لك اكيد هيأثر يا كابتن لكن البداية اللي الحمد لله من السنة دي موجودين ناس بدليل طهر السنة دي كمان ملعبش معنا مباريات كتير في 18 مباراة لعب تقريبا 5 او 6 مباريات حلينا في الجنب الشمال ده بكتير معدد الحمد لله من اللعيبة منها محمد عصام من هسيف الجزيري سالم بيلعب طهر في ملعب كان طلعت موجود كان بيلعب طهر في ملعب وغات يناير ورغم كده برضو مع بداية الموسم اكيد هندور على دعم في المكان ده